موسيقى الذي وقع أن سيد رئيس الحكومة الحكومة الثمانية شوتنبير يعني وجد واحد العمل جبار اللي قمت به الحكومتين السابقة سعين اللي ممكن تكلموا عن الحصيلة ديال عشرة ديال السانوات يعني واحد العمل كبير لم نحية القانونية ولم نحية المؤسستية ولم نحية التنظيمية احتى المراسيم اللي هو لم يكلف نفسه إلا عن أنه يضع توقيع على المراسيم اللي كانت موجودة ومحررة وهذا بالضرورة يعني خسنا نرجع للتاريخ ديال هاتشي ديال التغطية الاجتماعية وتغطية صحية على وجه التحديد لأنه يجد في الفين وجوج يعني القانون 65-00 هذا كان يعني في عهد الحكومة ديال التناوب ثم ماجهت من بعدها حكومة سيجدو واللي هي في هذه الخمسة وستين سفر سفر فيها ثلاثة ديال الكتوب واحد كتاب يعني الموظفين والأجراء التغطية الصحية الإجبارية وهذا كيشكل تلوت ديال الساكنة ديال المغرب يعني حوالي واحد العشرة ديال المليون كتاب الثاني عنده على قبر رامض اللي هو التلوت الثاني ثم الكتاب الثالث هم المهال الحرة والمستقلين وهو التلوت الثالث ديال الساكنة فاملكان سيجدو كان عنده اختيارات بثلاثة فاختار الاختيار ديال الموظفين والأجراء لسبب بسيط لأن المساهمة ديال الدولة قليلة لأنه غير يكون عنده غير مساهمة على الموظفين لأنه كينديروا 5% بالنسبة للتغطية الصحية فيعني يجو جفاصلة خمسة كتأديها الدولة وجفاصلة خمسة كتأديها الموظف أما بالنسبة للأجراء فكينمشغل ديال القطاع الخاص هو الذي يؤدي وبالتالي كان اختيار ديال الحكومة ديال الجدو إنه يختار هاد وصلنا تقريبا 34% ديال التغطية بليجة الحكومة ديال السعباس الفاسي فهذا هو دار اختيار ديال التجربة ديال الرامد 420 ألف ديال الساكينة في الجهة ديال تدل أزيله هذا هو اللي كانت الحكومة ديال السعباس الفاسي احتاجت الحكومة ديال السعب الابن كيران وكان عندها جوج ديال الاختيارات الصعبة واللي اخترتها لهو تعميم التغطية الصحية بالنسبة للرامد على ديال الساعة كان المقرر باش تكون 8.5 مليون الآن رح نوصلنا الـ 16 مليون فاصلة 5 بمعنى الدعف والمهن الحرة والمستقلة فبعدا نقللين تكون واضحة هذا المشروع اللي يعني التغطية الصحية والتغطية الاجتماعية للمغاربة قاطبة هو مشروع ملكي من الفين وجوج ماشي اليوم من الفين وجوج دليل على ذلك من اللي دخلت لهذه التغطية الصحية حيث تنفيذ في الفين وخمسة بحضور الحكومة بحضور الممتلين من ديال النقابة الأكثر تمثيلية خمسة وبحضور سجعين كان في القصر الملكي في أقادير في الفين وخمسة لم توقع على هذا المدونة للتغطية الصحية ومن اللي كان جاءوا للرامد في الفين واثناش كان أيضا في القصر الملكي في الدار ومن اللي كانت تكلموا عن المهال الحرة ومستقلين اتفاقية الثلاث وقعت بالقصر الملكي بفاس بمعنى ان هذا ورش ملكي ممتد تقريبا الواحد العشرين سنة او يزيد وهو عابر للحكومات المشكل في انكاين هو ما شكون هي الحكومات المجتهدة واللي كتدير الوسائل من ناحية القانونية والمؤسستية والتنظيمية والمالية والحكومات اللي كتجي كتلقى كل شيء موجود وكتوقع هذا هو الفرق وبالتالي من اللي كان شوفوا ها هو المجهود اللي يدار الى تكلمنا غير للرامد والرامد في خلال الحكومتين السابقاتين تصرفت عليها عشرين مليار ديال الدرهم عشرين مليار ديال الدرهم راكيكوا الكتر مجهود وثلاثة عن نقاط لنتيج داخل الخام ومن اللي كان شوفوا ما هم الفحوصات اللي يدار والعمليات الجراحية الكبرى والسرطان الى اخيره راح عدد كبير جدا طبعا في اختلالات وراء غريت يعني تصلح من خلال قانون ديال السجل الاجتماعي اللي يدارت فوق الحكومة ديال الساسع الدين الى ثماني وبالتالي من اللي كانت تكلموا فقط غير لهذا الشق ديال المهنيين والمهان الحرة والمستقلين ماذا يجب القانون؟ جاء في الوقت 5 يناير 2016 حيث كانت الحكومة ديال سعبد الى ابن كيران والتذكير ان هذا القانون امضى في حكومة سعبد الى ابن كيران ثلاث سنوات بحيث ان كان القانون 98-15 و تسعود و تسعود و تسعود و تسعود و تقاعد كانوا بجوش بقانون واحد قالوا لا خاص كل واحد يكون قانون بحدوه فباش يفرقوهم بجوش هذا القانون انضحه وليه ثلاث سنوات في الحكومة ديال السعبد بمعنى ان الجيوب المقاومة كانت داخل الحكومة ثم ما جاءت البرلمان توضع في يناير 2016 في البرلمان و من يناير لحتى الشوتنبير ما اجبدوش و ما افتحوش و ما اقرأوش شكرهما هاد الناس اللي الان كينين في الحكومة لرئيس المجلس المستشارين لانه كين تضع بالاسباقية في مجلس المستشارين اللي هو من الاصراء والمعاصراء اللي هو السي بن شماس و شكون هو اللي كان رئيس ديال الجنة المالية هو من تميل حزب الاستقلال وبالتالي هاد الناس اللي كان هنا هما اللي كانوا يعرقلوا الدار يوم دراسي بمجلس المستشارين تسترح سؤال واحد و واحد انتح هاد الناس الجمعيات اللي كيدرهم والنقابات قالوا لهم كيف هاش 8 شهر والخانون عندكم و لم يجبتوه حتى باش تقرأوه بعد غيش بتوك تقرأوه قالت صوتوش عليه عاد باش تحرجوه ناضو عاد كي يجريه فداخل البرلمان سنتين ثلاث سنوات داخل الحكومة سنتين باش تم تصويت عليه و جات الانتخابات ديال 2016 طبعا و بعد البلوكاج اللي تعرف جات الحكومة ديال سيسعد ديال عتماني ففي عهد الحكومة ديال سيسعد ديال عتماني فاش تم تصويت على هاد القوانين اللي اذكر ديال التغطية الصحية و ديال تقعود وعاوتينك جوجوش اشتاع القوانين الاخرى معدلة لهذه القوانين و تم تصويتوا عليها ثم مشاكل المسائل التنظمية اللي هي المراسم حكومة ديال عتماني أصدرت جميع المراسم باستثناء مرسوم موحد اللي هو ديال الدخل الجوزافي هذا الدخل الجوزافي لان الفئات متعددة و متنوعة لدخل التحامل فهذا الوقت هذا سينباري صندوق الوطني للضمال الاجتماعي للعرقلة كان يطلب 13 للمرة السميق سميق هو 2800 درهم دخل بعض الفئات طلب لهم احتل 13 للمرة بمعنى انه يخلص 1000 درهم في التغطية الصحية اليوم يطلب 0.65 السميق و مبقاش عنده مشكلة ان هذه الساعة كانت المفاوضات وهذا هو اللي يمكن نقول فينا هو المجهود اللي دارت هذه الحكومة لا هي خرجة القوانين ولا هي خرجة المراسيم ولا هي دارت المفاوضات مع الفئات كل شي هاد الشي دارتها الحكومة دير استساعد دي العتماني نعم انا تحدث لان هناك مجموعة من المراسيم التطبيقية هاد المراسيم الثلاث هي المراسيم اللي عندها علاقة بالدخل الجوزافي بمعنى ان كل فئة كانت تكلموا عن الفلاحين او الى الصناع التقليديين او الى الناس البقالين او السائقين تعا سيارات الاجراء او الى الناس او الناس او الناس في وقت حكومة دي العتماني خرجوا ما يسمى المساهمة المهنية الموحدة هاد الناس اللي هما تجار والحرفيين والرقم المعاملات في التجارة قل ٢٠ مليون ديال السنتين أو إذا كانوا يدرون الخدمات مثلا الكوافر أو التريسيان أو البلومبي قل ٥٠ مليون ديال السنتين في العام هذا يجمعوا له واحد ثلاثة ديال الدرائب أو الدريبة واحدة وعلى حساب هذه الدريبة يخلص التغطية الصحية وتقريبا نقول ٨٠٪ ديال هادو مية الدرهم وهذا الحكومة يعني الحكومة ديال السنتين في العثماني خاصت خلال القانون المالي 2021 خاصت ٤٠٠ مليار ديال الدرهم باش تدعم هذا النظام هذا حكومة ديال السنتين في العثماني خرجت القانون سيجيل الاجتماعي ديال الرامي وحاولنا داخل البرلمان نقول لهم يسرعوا باش نقبل ٢٠٢٢ قلنا ما كان مشكل ولكن بالنسبة لميهن الحرة والمستقلين هذه الحكومة ديال السنتين في العثماني خصت ٤ فاصلة جوجي المليار وخرجت المراسيم ديال واحدة مجموعة ديال الفئات اللي هي اللي كانت تفاوض معهم السائقين شكل يتفاوض معهم؟ بالنسبة للميهن بحال الأطباء والصيادلة والموتقين شكل يتفاوض معهم؟ بالمقابل في اللاحين تكون واحد ما تفاوض معهم من ٢٠١١ القانون النجود ما عمر شي واحد وأنا أتحدى إلى عيطوا على الناس مثلا اللي متكورين في المادة ١٩ من القانون ١٨١٥ اللي هما الهيئات المهن المقننة كانت تكلموا عن الازورد ولا الغرافة التجارة والصناعة والخدمات ولا التعاونيات ولا واحد مجموعة ديال الجمعيات ولا اللي ما عنده شي حاجة مع هادش مع القطاعات يقولوا الناس كل يتفاوض مع الفلاحين ما كانش اللي يتفاوض مع الفلاحين من ٢٠١١ إلى يومنا هذا واليوم جاء وخرجوا لأنه كان بالنسبة لي هم تحدي نحن كل مرة كنا نجدرهم مع الفلاحين الفلاحين مليون وستميع ثلاثة ديال الاتفاقيات اللي يتوقعوا أمام جلالة الملك في القصر الملكي بيفاس اللي هم الفلاحين اللي يعنيوا الفلاحين واللي يعنيوا الصنع التقليديين والسائقيين ومع ذلك كان هناك واحدة الكؤر ينكبش غادي يديره فمن اللي كانت تكلمه عن صندق الوطني الضمان الاجتماعي ديك ساعة كيتكلمه هو على التوازن المالي ديالي ولو ما بقاش كيتكلم عن التوازن المالي ديك ساعة كان يقول ١٣ للمرة والليوم ١٦٥ نحن مزيلا يعني يتعطاه ١٦ بالنسبة للناس اللي غادي يستفدوا ولكن اللي بغينا نقوله ما كانش الموضوع أيام اللي كانوا يقولوا ١٣ وكنا نقوله ماشي ماشي معقول وكانوا يتحدثوا على الأجارة كيقول كودي هذا الفلوس اللي كان في صندق الوطني الضمان الاجتماعي راه هذه الأجارة اليوم ما بقاش واحد كيتكلم عن الأجارة واللي الفلوس موجودة لان صندق الوطني الضمان الاجتماعي عنده ٣٦ مليار اللي رمحتوطة واحد التوظيف دياله اللي كيتدرب ١٨ رمزي في ٦٢٠ ولهذا احنا اللي نريد أن نوضحه بأن هذه المشاريع كلها كانت بالنسبة للقوانين وبالنسبة لكل اللجنة اللي قالوا بأنها أول مرة وسابقة اللي كدرب اللجنة غير صحيح اللجنة دارت فقط الحكومة ديالسيعد إيلا بن كيران وكانت تعني التغطية الصحية ومن اللي جاءت الحكومة ديالسيسيعد ديالعثماني تم توسيع الاختصاصات دياله بشتو للتغطية الاجتماعية وهذا اللي كان في قانون الإطار اللي كان انت تعود ثقافات وسؤمن تكره الصحيات عن الأطفال ولا يتقاعد وسؤمن فقدان الشغل هذه اللي كانت للجنكية دارت اجتماعات ديالها ولكن اليوم كنت شوف هذه الحكومة في الهندسة ديالها طلت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وزارة الصحة كانت تفهم في التقاعد وزارة الصحة كانت تفهم في تعاوضات العائلية. وزارة الصحة كتفهم انها تعود الناس اللي كيف تفقدون الوغاية. هذه مهنة. اللي كانت في الاصل كانت عند وزارة الشغل. احتى اتفاقية لمقع المغرب مع المنظمة العالمية ديال الشغل. فهي كانت نص بانهم بين الامر اللي ستكون خاص للتعويضات والحماية الاجتماعية. وزارة الصحة مقدش حتى تدبر المصرفيات ديالها وعندها مشاكل مع الموارد البشرية ديالها. من سيدبروا هذه الحماية الاجتماعية. راح نتكلم عن 22 مليون ديال المغاربة اللي تدبر لهم. واحداش المليون اللي يخصم تغطية الصحية. وخمسات المليون اللي يخصم تعويضات بالنسبة للتقاعد. وسبعات المليون اللي يخصم تعويضات العائلية. انا اتحدى. يمكن وزارة الصحة تدير هذا الشيء. مستحيل تديره. مستحيل. وبالمقابل وزارة الشغل مبقاش عندها في الوقت اللي كانت عندها هي مديرية اللي كانت مستحيل في هذا الشيء. وداخلها في الحوار الاجتماعي. مع النقابات الاكتر تمتيلية. ولهذا هذه الهندسات لهذه الحكومة هذه خرج عوجة وهذا هو الدليل. وارد على هذا يعني صاحب هذا الكلام اما انه يعلم ويريد ان يدلس او انه يجهل. وفي الحالتين هي كاريتا. وهذا ليس غريب ان هذا دخل في المجموعة من الكواريت اللي يعني دخل فيها هذه الحكومة من هر من هر تنصيب ديالها ومن هر الاول تعديل اللي ادارنا وزيرة ما عندها 24 ساعة وتم يعني مباشرة تم ورح لما صوتنا وكانت نصيب ديال الحكومة داخل داخل البرلمان تم تعديل حكومة الى اخرى فهذا يعني داخل واحدة السلسلة ديال هذا الارتباك اللي وقع فيها. فهذا المشكيل ديال تيفية مع المقاولات. هذا اول مرة دار سنة 2014 في قانون المالية ديال 2014. لان السؤال اللي كان مطروح من اللي كان جي السجائم وكانت تتحاور مع وزراء المالية السابقين. ما كانوش كيبغيو كيسمعو لهم ولكن ما كيستجبوش لانا نحن كنت تكلمو على 13 مليار اللي قالك هذه سابقة. و40 مليار اللي كانت فقط سعدين العتماني. وثمانية ولا تسعود المليار فقط سعد الى بن كيران. اذا هاد الفلوس اللخص كي يعدو ديال المقاولات اللخصة. اول مرة يتم الحديث عن المصدم لوبيتوار. كانت فقط الحكومة ديال سعد الى بن كيران. ومن اللي جاء وطرحوها هو طرح سؤال واش هاد الناس كيتسالوا الفلوس للدولة او ما كيتسالوا او خصوم يتخلصوا. او خصوم يتخلصوا. وهذه اذا كانت سيدة الرئيسة ديال سجو ام. جاء تقول واحد شاهدة ديال الحق. واللي كانت تقلص مع سعبد الى بن كيران. وكان القرار على ان هاد الناس خصوم يتخلصوا. وما كانش الاطار القانوني. الوزراء المالية السابقون كانوا كيتهربوا لانما كانش اطار قانوني. اول مرة توضع الاطار القانوني. توضع في قانونة المالية الفين واربعتاش. والدار الواحد السطر باش يمكن يكون التمويل وهاد الناس يخدوا فلوسهم. لان المسألة شوية معقدة في هاد التفية كان النساب مختلفة. بالنسبة للتعويض كان لسبعة في المياه كان لربعتاش كان لعشرين. وبالتالي يعني كي كان واحدة صعوبة في تنفيذ هاد التفية. وبالتالي ما بدأت اول مرة غالي يتعوضوا حكومة ديال سعبد الى بن كيران. ما بين ثمانية تلسة للمليار ديال الدرهم. والحكومة ديال سعبد الى عثماني في الفين وتسعتاش قال ان غالي نخصوا وربعين مليار ديال الدرهم. باش جميع الديون اللي كان عند المقاولات. فيما يتعلق بالطفية تخلص الفلوس ديالها. هاد الشي كان في الحكومات قبل مع عشر سنين. ويجي هاد الناتق الرسمي ويجي يقول ان هاد الشي كان ولا ما كان. وبالتالي ممكن جات الجائحة اللي اطرت على باش ان الحكومة تسدد جميع الديون. باقي شوية ديال ديون. يسددوا تلتاشر مليار لا يسهل عليهم. احنا ما قلنا اولو. وهذا الواجب اللي خصوم يتأدى المقاولة المغربية. اما يقول لك هذه سابقة فهذا يعني صعيب انه يصدقوه العقل. ويمكن انسان غيض خل يدير واحد البحث بسيط ويلقى بان الحكومة السابقة ديال سعد الى بن كيران وديال سعد دي اللي قبل سعد دي العثماني. اما اللي قبل من هاد جوجتين الحكومات مكانوش كيعوضوه مكان لا بيطوار ولا مصدموا لهم يحزن. اشتركوا في القناة درس اشتركوا في القناة